السلام عليكم ازايكم يا بنات عاملين ايه وحشدني جدا من الفيديو اللي فات النهاردة هنتعرف مع بعض على ازاي نرتب شنطة الصفر دايما كل شوية تلاقي جوزك بيقولك يا امين جهزيلي شنطة الصفر ازاي نجهز شنطة الصفر بصراحة انا متعلمتش الموضوع ده اللوانة كبيرة مبدئيا كده لو انتي اول مرة تشوفي فيديو لي اشتركي في القناة علشان يوصلي الجديد فيديوهاتي ولو انتي متابعاني يا ولكم يا ولكم منور القناة لايك وشيرلي الفيديو لصحابك علشان يستفيدوا زيك تعالوا نعرف ازاي نرتب شنطة الصفر اول حاجة نعملها ان احنا لما نيجي نطبق الهدوم في شنطة الصفر نطبقها اه زي الفوط شفتوا الفوط لما بتشتروها بيتلاقوها متطبقة زي الرول كده ملفوفة دوران كده ده بيخلي شنطة الصفر يعني الحاجات مترتبة فيها بشكل منظم وكمان ما بتخذ مكان وبتوفر لك مساحة اكبر ان انتي تحطي حاجات اكتر تاني حاجة ان احنا نستخدم الكياس اللي هي بتفرغ الهواء الكياس دي بنعبي فيها الملابس اللي احنا خايفين عليها مثلا او حاجات حابين نحطها في اكياس فالكياس اللي بتفرغ الهواء دي كويسة جدا وبتوفر مساحة برضو في الشنطة تالت حاجة ان احنا نطبق الملابس بشكل هرمي يعني ايه بشكل هرمي يعني نحط الاول الحاجات التقيلة من تحت زي جواكت البدل البناطيل بعد كده نبدأ بالتشيرتات بعد كده الفانيلات الحاجات الاخف يعني بنحط الحاجات التقيلة من تحت وبعد كده الحاجات الاخف من فوق وهو ده الشكل الهرمي اللي انا اقصده تالت حاجة لو انت مسافر بلد مثلا بيبقى فيها برد الدول الاجنبية مثلا طبعا الواحد بيبقى محتاج معاه شمسية طب ليه ناخد شمسية لما ممكن ناخد جاكت معانا اللي هو ووتر بلوفر الووتر بلوفر اللي هو الجاكت الخاص بالمطر ده بيكون اوفر لينا بدل ما ناخد معانا شمسية تالت حاجة لما بنكون مسافرين طبعا بتغذي مكياج معاكي طب ليه تغذي علب المكياج الكبيرة ما انت ممكن تغذي علب مكياج صغيرة علشان ما تاخدش مكان في الشنطة وتحطيها في شنطة المكياج بتاعتك بحيث انها ما تاخدش مكان في الشنطة يبقى ناخد الحاجات اللي لازمانا من المكياج او مستلزمات التجميل ونحطها في شنطة صغيرة بعد كده برضو عندنا يعني من الحاجات اللي بناخدها طبعا المشاط الجزم التوك الحاجات دي ممكن نحطها في كياس ونحطها في الشنطة علشان برضو ما تكركبش الدنيا وما تبهدلش المكان وما تاخدش مكان كبير برضو من الحاجات المهمة جدا البيدل لو احنا واخدين بيدل معانا نحطها في الكوفر بتاعها يعني انت لو اغدب بدلة بتاع الجوزك حطيها زي ما هي بالشماعة بتاعتها في الكوفر بتاعها ما نحطهاش كده في الشنطة لانها كده بتاخد مساحة اكبر برضو احيانا فيه ناس بتحب تاخد معاها الاسعافات الاولية او ادوية مثلا تكون بتاخدها طب ليه ناخد الادوية كلها لما ممكن مثلا ناخد شريط من العلبة بلاش ناخد العلبة كلها لا ناخد شرايط بس من العلب برضو من الحاجات المهمة جدا ان احنا ما نخليش فيه مساحة فاضية في الشنطة لان الشنطة لما بنيجي بعد اما بنقفلها وبنيجي نوقفها كده الحاجات كلها بتكركب لو فيها مساحة فاضية يبقى احنا نزبط الشنطة بحيث ما يكونش فيها اي مساحات فاضية خالص البقى المهم قوي والاخير ان احنا ما ناخدش حاجات مش لازمانة في الشنطة علشان ما نكركبش الدنيا على الفاضي وبالتالي مش هنستخدمها يبقى ليه ناخدها معنا هو ده طريق تجهيز الشنطة ودلوقتي يا امينة تقدر يتحضر الشنطة لجوزك قبل ما يسافر اتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وقابلكم ان شاء الله في فيديو جديد من فيديوهاتي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته